السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج وكانوا لنا عابدين في الحلقة الماضية تحدثنا عن سيرة عبد الله بن مبارك في طلبه للعلم وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة الحديث عن تعبده لله عز وجل وذكرنا حقيقة في الحلقة الماضية كيف أن هذا الإمام اشتهر عنه السخاء والبذل لهذا الدين وتفريج الكربات والصدقة يقول الحسن وهو من تلاميذ عبد الله بن مبارك كنا عند ابن المبارك جلوسا فجاء سائل فسأله شيئا فقال يا غلام ناوله درهما فلما ول السائل قال له بعض أصحابه يا أبا عبد الرحمن هؤلاء السؤال الذين يسألون يتغدون بالشواء والفالوذج كان يكفيه قطعة فلما أمرت له بدرهم قال ابن المبارك يا غلام رده إنما ظننت أنهم يجيزون بالبقل والخل عند غدائهم فأما إذا كان غداؤهم بالشواء والفالوذج فلا بد من عشرة دراهم يا غلام ناوله عشرة دراهم إنفاق وسخاء وكرم في تفريج القربات والعطاء جاء رجل إلى ابن المبارك وسأله أن يقضي عنه دينا فكتب إلى وكيله فلما ورد عليه الكتاب قال للرجل كم دينك الذي سألت قال سبعمائة درهم فكتب هذا الوكيل إلى عبد الله بن المبارك إن هذا سألك وفاء سبعمائة درهم وقد كتبت إليه بسبعة آلاف درهم وقد فنيت الغلات فكتب إليه عبد الله بن المبارك إن كانت الغلات فنيت فإن العمر أيضا قد فني فأجل له ما سبق به قلمي ولهذا كان رحمه الله يهتم بالتجارة والعمل لأن من أهدافه السامية بعد صون نفسه وعرضه أن ينفق المال في سبيل الله قيل لابن المبارك تأمرنا بالزهد والتعلل ونراك تأتي بالبضايع إلى البلد الحرام كيف هذا؟ قال إنما أفعل ذلك لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة الله وأستعين به على طاعة الله بل كان يتكفل بنفقة طالبة العلم طالب علم يتكفل بنفقته عبد الله بن المبارك يقول أبا زرعه رحمه الله بلغني أن ابن المبارك قال لأبي نعيم اخرج إلى صنعاء في نفقتي فامتنع أبي نعيم ولهذا أنظر كيف الفقه وما أسهل تلك العبادة على ابن المبارك فإنفاقه لا يضر لأنه رجل مليء ولهذا تجده يكثر من هذا الباب ويكثر من هذه العبادة يذكر عنه رحمه الله تعالى أنه كان كثيرا الاختلاف إلى طرصوس وكان ينزل ينزل الرقة في خان فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث رجل يخدمه ويطلب عنده العلم فقدم عبد الله مرة فلم يره ما وجد هذا الطالب فخرج في النفير مستعجلا فلما رجع خرج إلى الجهاد مستعجلا فلما رجع سأل عن الشاب فقالوا محبوس عليه عشرة آلاف درهم فاستدل على الغريب ووزن له عشرة آلاف وحلفه ألا يخبر أحدا معاش فأخرج الرجل وسرى ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال له فقال لي يا فتى أين كنت قال عبد الله مبارك للفتى أين كنت لم أرك قال يا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين قال وكيف خلصت قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري قال فاحمد الله ولم يعلم الرجل أن عبد الله بن المبارك هو الذي أنفق وسدد عنه دينه لم يدري عن ذلك إلا بعد موت عبد الله هذه العباء العبادة وهي السخاف في الإنفاق وتفريج القربات لا تتأتى لإنسان إلا بعبادة أخرى ألا وهي الزهد لأن الزهد ليس خلو الجسد من الدنيا وإنما خلو القلب منها فماله لم يكن عزيزا عليه ولم يكن متعلقا به بل كان المال وسيلة وليست غاية وانظروا كيف انقلبت المفاهيم اليوم العلم عبد الله بن المبارك من العلماء العلم عند السلف غاية ولذلك كان شغوفا وحريصا على العلم حتى الموت طيب والعلم للأسف عند الخلف وسيلة والمال عند سلفنا الصالح وسيلة والمال عند الخلف غاية فلهذا أنفق السلف أموالهم لأجل العلم وأما بعض الخلف فأنفقوا علمهم لأجل المال وهذا فرق وضو شاسع ما بيننا وبين سلفنا الصالح وقد ذكرنا آنفا كيف أن من المبارك ينظر إلى أن المال وسيلة لصون النفس وتفريج الكربات بل كان رحمه الله شديد الإنفاق على إخوانه في الله فإذا كان وقت الحج وجاء الحج اجتمع إليه إخوته من أهل مر ويقولون نصحبك فيقول هاتوا نفقاتكم ميزانيات كل شخص لأجل الحج يأخذها منهم فيجعلها في صندوق ثم يكتري لهم ويطعمهم أطيب الطعام والحلواء فإذا وصل إلى الحرمين يقول لكل منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم فيقول فلان كذا وفلان كذا ثم لا يزال ينفق عليهم حتى يرجعوا إلى مر ثم بعد ذلك يأخذ هذه الصناديق التي وضع فيها مالهم ويولم لهم وليمة ويكسوهم ويرد إليهم أموالهم التي جمعوها لأجل الحج كان رحمه الله مخلصا للدين الله عز وجل يقول بعض أصحابه لم أرى أحدا من الناس أقرأ من ابن المبارك ولا أحسن قراءة ولا أكثر صلاة منه كان يصلي الليل كله في السفر وفي غيره وكان يرتل القراءة ويمدها وإنما ترك النوم في المحمل لأنه كان يصلي وكان الناس لا يدرون يقول محمد بن أعين وكان صاحب ابن المبارك في الأسفار وكان كريما عليه يقول كان ذات ليلة ونحن غزاه في الروم ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام يمثل عليه أنه ينام فقلت أنا برمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام فهذا طالبه وتلميذه مثل أيضا أنه كأنه نام فظن أني نمت فقام إلى الصلاة فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه فلما طلع الفجر جاء فأيقظني وظن أني نائم وقال يا محمد فقلت إني لم أنم فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من أسفاره كأنه لم يعجبه ذاك لما فطنت له من العمل فلم أزل أعرفها فيه حتى مات ولم أر رجلا أسر بالخير منه كان رحمه الله كثير الخشية لله والخشوع قال نعيم بن حمد قال رجل لابن المبارك قرأت البارحة القرآن في ركعة فقال ابن المبارك لكني أعرف رجلا لم يزل يردد البارحة الهاكم التكاثر إلى الصبح ما قدر أن يتجاوزها يعني بذلك نفسه وانظر إلى فقه رحمه الله في الإنفاق كان ينظر في الإنفاق إلى الكم كم ينفق ينفق سبعة ألاف درهم عشرة ألاف درهم لا يبالي أما في القيام فكان ينظر إلى الكيف كيف يكون هذا القيام بأتم وجه وأفضل حال ولهذا كان يقول القاسم بن محمد بن معاصري يبحث عن تميزه يبحث القاسم بن محمد عن تميز بن المبارك يقول لما تأملته كان في خشيته لله أفضل منا ولهذا لما مرض ابن المبارك جزع حتى رأوه جزعا فقيل له إن ليس بك كل ذلك وأنت تجزع يعني تخاف من مرض ليس هو ذلك المرض الذي يخاف يخاف منه قال مرضت وأنا على حال لا أرضاه أراك أخي يعني تعجبت من حال هذا الرجل المبارك ابن المبارك وقد اختصرت الكثير عن عبادته رحمه الله لكن السر في هذا التعبد وهذه العظمة في العبادة أنه رجل يحمل هم الآخرة ولهذا لما انطفأت السرج مرة في بيته وكان معه بعض أصحابه وإخوته بكى تذكر القبر ورؤية في بيت الله الحرام أنه أتى زمزما فملأ أيناء ثم استقبل القبلة وقال اللهم إن ابن أبي المبوال حدثنا عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش يوم القيامة من همه للعباد من همه حم الآخرة فتعبد لله عز وجل ولهذا أصيكم أيها الإخوة أن تنظروا إلى الباب الذي تحسنوه وأقل كلفة ومشقة فتجعلونه دأبا لكم في طاعة الله وأبواب الخير وخصالها كثيرة فتخير أحبها لقلبك ولتكن هي طوق نجاتك وحبلك الذي بينك وبين الله هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألقاكم على خير بإذن الله